بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو خلال برقية التهنئة هنأ الفريق أول محمد زكي بكل مشاعر الفخر والإعزاز الرئيس السيسي بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة التي قام بها جموع الشعب المصري العظيم لتصحيح مسار الوطن وإعادة بناء حضره ومستقبله في يوم خالد من أيام الكبرية الوطنية وأضاف وزير الدفاع أن الجيش المصري أكد بقيادة رئيس السيسي الحكيمة انحيازه الكامل لإرادة الشعب المصري بكل فئاته وطوائفه وتقدم رجاله الصفوف دفاعا عن قدسية الوطن وسلامة أراضيه ولم يقبلوا إلا ما يحقق لمصر مصالحها القومية العليا والحياة الكريمة لشعبها العظيم وأضاف الفريق أول محمد زكي أنه مع الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الخالدة فإن رجال القوات المسلحة يؤكدون للرئيس السيسي وفاءهم للمهام والمسئوليات التي يحملون أمانتها متمسكين بالمبادئ والقيم العريقة التي تحفظ للأمة المصرية قوتها وتماسكها وشموخ إرادتها الوطنية كما بعث الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة